مع تنامي المخاوف الأوروبية من موجات نزوح جديدة تزداد التصريحات المنددة بالهجمات المحتملة على إدلب حيث دعى رئيس المفاوضية الأوروبية جون كلود يونكر دول الاتحاد الأوروبي لعدم التزام الصمت تجاه الكارثة الإنسانية الوشيكة في محافظة إدلب في ظل تصاعد التهديدات بشن عملية عسكرية من قبل النظام وروسيا التحذيرات تكررت في مجلس النواب الفرنسي حيث قال وزير الخارجية جون ريف لودريان أن القصف العشوائي على إدلب في سوريا قد يمثل جريمة حرب لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب عندما يخصف السكان المدنيون والمستشفيات بشكل عشوائي نحن نعلم أن بشار الأسد لا يستطيع أن يرى سوى الحل العسكري ونحن لنرى سوى الحل السياسي هو ما قلناه في مجلس الأمن وهذا ما يجب على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يقول له في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل الخط الأحمر الذي رسمه الغرب في حال الهجوم على إدلب يستمر المسؤولون في التذكير به حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركلين ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيموي في سوريا إن مجرد الإدعاء بأننا يمكننا النظر إلى النأحية الأخرى حال استخدمت الأسلحة الكيموية بسوريا لا يمكن أن يكون رد فعل ألمانيا رميع مواقفنا تستند دائما إلى الدستور وهذا واضح تماما لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول لا بصرف النظر عما يحدث في العالم وزير الخارجي الألماني هيكو ماسو الآخر أعلن أن بلاده ستتخذ قرارا منفردا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيموي في سوريا أوروبا التي طالما نددت بالأزمات الإنسانية المتكررة في سوريا يحسب لها سجل حافل من الأقوال دون الأفعال ومع الاحتمال الكبير لموجات لجوء جديدة إلى أراضيها يمكن أن تتحول الأقوال إلى أفعال ضد النظام في حال الهجوم على إدلب